بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى إلقاكم هذا الفيديو وانتما على خير تنشكر المتابعين القدام الجداد والناس اللي سيفروا هذا القناة ويحطوا تعليقات إيجابية تنقول لهم شكرا على المحبة والتقدير الناس اللي حطوا لي تعليقات بالوصفات اللي نجحوا معهم تنقول لهم شكرا على التقاف هذه القناة والوصفات الرحمنية يرى كلهم إيجابيين تنفعوك ما تدركش لأن فيهم قراءة القرآن فيهم الذكر فيهم قبل ما تبدأ الوصفة تصلي ركعتين وتصلي على الرسول والاستغفار وبينك وبين لخالقك ما فيهم لا طلاصم ما فيهم احتحاجة فيهم غير ذكر الله مع عشوب مع الصور مع آآ كلام الله إذن الناس اللي آآ بغين يديروا الوصفة ديال المحبة بين الأزواج أو المحبة بين الخوت أو المحبة بين آآ الأم مع أولادها أو المحبة بين مطلقة مع الزوج ديالها إذن المحبة اللي غادي تغير حياتك إن شاء الله للأحسن ولكن الإنسان اللي بغى يديرش وصفة تيحاول يديرها بالنية وصفة ما يديرش إلا درتها بقلة نية را ما تنجحش معك الحاجة اللي بحتي بها بالنسبة للناس اللي سيبوحوا بأسرارهم را ما تنجح معهم حتى وصفة تنسل وقت الناس اللي بغين إنهم يديروا الوصفات الرحمانية ديما تكون على طهارة ديما تكون مقية بغى تديري الوصفة تدفوز منك العادة وبداية الوصفة ديالك وتكوني إن شاء الله على يقين بأن الله هو اللي غادي غادي يعطيك كل شي عادة الوصفة لأن الوصفة تتكون غير سبب إذا الوصفة ديالنا هي المرأة اللي عندها نفور مع الزوج ديالها مع خطيبها مع الزوج ديالها مع أخوها كين بعند الإخوان تكونوا مخاسمين أو الأم تتكون عند أولادها ولكن بعاد عليها ما كينش العطف بيناتهم ما تيبغوش هم هم تيبغوها ما تيبينوش لها المحبة ديالهم ديما عندهم وحد نفور مع الأم ديالهم ناخد واحد أربعات الكؤوس ديال الحليب أربعات الكؤوس مع العسل مع الخزامة مع الحرمن مع السكر مع علقة الحناء عندنا الخزامة عندنا طوبة الشكر عندنا مع علقة الحناء عندنا الحرمن عندنا الزعفران شعراء. عندنا الزعفران. عندنا هاد الزعفران. شعراء. ناخد قليل منه ونضعه في الحليب. هو رواد عائنا في الحليب. آآ غادي ناخد واحد شيء قليل من هاد الزعفران. هاد الزعفران. ناخد شيء سبعات الشعيرات نضعهم هنا في الحليب. نضع الصور. انا دير الصور ديال مجلة او ديال اي حاجة باش نبيل لكم را انكم الصور ما قدرش نحطوا صور ديال الاشخاص مهم ديال الاسباء. بحال المرأة والراجل عندها نفور بينها وبين الزوجي لها. نضع الاسم ديال الاسم ديال الامرأة والاسم ديال الراجل. فلانة بنت فلانة. وغادي ندير قطعة مسك او آآ غادي ندير اما مسك واما غادي ندير قليل من الطاقة. على نية بحالكة. ندير سبع رشات ديال الريحة. ندير السبعات لهذا. ونحط هاد نحط هاد الخزامة والسكر والحرمل والحنة. غادي نوضعهم هنا وغادي نحطهم فوق النار وغادي نقول لكم اشنو غادي تقرأوا عليهم. اول حاجة غا نبدأ بالحنة. ان نوضع الخزامة. هندير طوبة السكر. غادي نوضع الحرمل. درو معلقة العسل. معلقة العسل. معلقة العسل. هذا العسل حر او. غادي ان شاء الله هنحطها فوق النار. هنحطها فوق النار. آآ ان شاء الله هي. هي تتبخ وتنذير معلقة خشب. وتنحرك. ونا تنقرأ هاد آآ الاسماء الله الحسنى. ادي نقرأهم. العدد حتى كل مرة. آآ هي تت آآ نحطها على نار مهيلة. آآ مهيلة جدا. لهاد الحليب غادي ينشف فنهار واحد. تبقى فوق النار حتى الحليب ما يبقاش. يبقى غير الصور. لذا انا كل آآ كل مرة غادي نحركها ونقرأ. كل عشر دقائق نجي ونقرأ عليها شوية ومشي نقضي اشغالي ونخليها تبخ على نار مهيلة. هنقرأ هاد الاسماء من اسماء الله الحسنى. ما نقرأ مش على الحليب. انا هي تتبخ وانا هي تتغلى فوق النار وانا تنقرأ. آآ اشنو خستني نقرأ? جوج اسماء من آآ اسماء الله الحسنى. اولا غادي نقرأ يا ودود يا عطوف. يا ودود يا عطوف. يا ودود يا عطوف. يا ودود يا عطوف. ما نوصل واحد وخمسين مرة غادي نقول يا ودود يا عطوف ودني مع فلان والفلانة يا ودود ودني مع فلان والفلانة يا عطوف اجعل المحبة بيني وبين فلان والفلانة يا ودود يا عطوف اجعل المودة والمحبة بيني وبين فلان والفلانة اللهم اجعل فلان والفلانة يعطف علي و آآ يزول الخسام بيني وبين فلان وفلانة. اي حاجة بغيتي تحطيها في قلبك واللي في قلبك غدي دخولها. ان شاء الله آآ دخولها بعد في السبخ. يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا ودود يا ودود يا ودود واحد وخمسين مرة. ونوقف ونشيل اشغالي ونخليها تتبخ. عاو تاني نجي ونقرأ. يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا ودود يا ودود يا ودود. ودني مع فلان ود فلانة يا عطوف. يجعل فلان ود فلانة يعطف علي وحبني ويبغيني. وكرها حتى ينشف هاد آآ الحليب. آآ ينشف والحرمل. غدي نجمع المكونات. نجمع المكونات الصورة اللي. الصورة اللي في في الحليب غدي نهزها. غدي نوضعها في ماء الزهر. غني نوضعها في ماء الزهر. قنينا فيها ماء الزهر. بحال هذي تكون قنينا بحال هذي. نوضع فيها آآ معلقة العسل وماء الزهر. ونخلي هذيك آآ نخلي هذيك الصورة في ماء الزهر وآآ قليل من العسل ونخليها ندلها كتانة بيضة أو تكون صاشية أو أي منديل أبيض ونخليها في مكان بعيد على الأنظار أنت اللي عارفها فين كينا أما المكونات غدين هزهم وغدين نوضعهم في مكان عاشب ما قريتيش عليهم أنت أسماء الله الحسن ولكن أنت تقرينا على نفسك وعلى الزوجيالك والأسماء الحرمل هو اللي تقرأ على الصور لأن الحرمل الشريف هو اللي تقرأ على نفسه مع الخزامة مع الحنة بشي حنن الله القلوب على الناس كان بعض الناس وصلين حتى الطلاق وصلين حتى الطلاق وفي نص الوقت الناس وصلين المسائل الخصامات ولو في البيت كان ما كانش العطف بيناتهم ما كانش المودة ما بيناتهم حتى صلة ولو في بيتهم هم غربة على بعضيتهم إذن تنحاولوا أننا نقربوا البعيد بوصفة ربانية وفي نوصل الوقت أنتم قادرين تديروها في بيتكم وتترجو الله وفي نوصل الوقت تترجو بأسماء الله الحسن وغادي إن شاء الله نديرها ونعودها مرة في الأسبوع حتى غادي تحسوا بالفرق بأن العطف المودة والمحبة بيناتكم رجعاتك مكاينة إن شاء الله نسبح بإسم يا ودود يا عطوف كل ليلة ميس مرة من المشي النام اللهم ودني مع فلان ود فلانا اللهم اجعل فلان ود فلانا يعطف علي ويحبني المرأة اللي عند أولادها نفرينها اللهم يجعل أولادي اللي يجعل أولادي بيني وبينهم المودة والمحبة والعطف بيننا أي حاجة بغيتها أو المطلقة هي دير العطف بإسم العطوف الودود لأن الله هو اللي غايعطيك كل محبة والمودة بين المتخاصمين أو الناس اللي عندهم نفور إن شاء الله بحول الله وقواتي الوقت اللي غادي تتبخوها إما تتبخوها في الصباح ولا تتبخوها مع الضهر ولا مع العصر ولا المغرب أنتوما في الاختيار ما عنداش وقت ما عنده الثمن أنتوما في الاختيار حاولوا أنكم تديروها في الوقت اللي يتلق لكم واللي أنتوما محتاجين تديروها تديروها مرة في الأسبوع اختاروا يوم الخميس اختاروا يوم السبس اختاروا يوم الاثنين نختارو يوم الأحد. لذا يوم الأربعة ما نديراش. حاجة دي القبول ما تندرواش يوم الأربعة. تنتمنى أنكم تدرو هاد الوصفة بيقين إن شاء الله. وصفة ديالي ليعجبتكم. خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس ابنوا بحول الله وقوته. ما بقى لي غير نقول لكم إلى وصفة أخرى إن شاء الله.